السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أمناءنا الطلاب في عمليات الفصل نواصل حديثنا عن عمليات الفصل بواسطة الميمبرين تكنولوجي تكنولوجيا الأغشية نتكلم في هذه السانحة عن المسامات أو البورس التي توجد في الميمبرين تكنولوجي أو في أجهزة في أغشية الفصل ذكرنا بأنه لدينا عدة أنواع Nano Filtration Micro Filtration Nano Filtration Ultra Filtration وال Reverse Osmosis كل هذه الأنواع لها Diameters Dimensions خاصة بها Micro Filtration ذكرنا بأنه يتراوح إلى Up to One Micron ثم تكلمنا عن النانو وذكرنا بأنه Reverse Osmosis في معظم الأحيان It is Poreless ليش له Pores هذه المسامات لها عدة أنواع وتصنف على حسب أشكالها وأيضا تصنف على حسب طريقة تصنيع الميمبرين نفسه هناك أنواع من الميمبرين كما سيأتي لاحقا تصنع مثلا التراكيتش ميمبرين تصنع بطريقة بحيث يكون لها cylindrical pores throughout لكن بصورة عامة نستطيع أننا نصنف البورس إلى ثلاث أنواع أساسية ال-closed ال-blind و-through pores إن كان الميمبرين يعمل بمبدأ السيفينج بمبدأ الفصل بواسطة السيفينج بنجد بأنه هذا النوع ال-through membranes هو الأساس الذي يقوم عليه أساس الفصل لهذا النوع من التكنولوجي فتحدث on the surface أو within the pore itself عملية الحجز المادة المرات سحبها بينما يسمح بسريان باقي المكونات وخروجها as a product at the end of the other side of the membrane ف-through pores هذا النوع من ال-pores هو الأساس في عملية الفصل متى ما كان الغرض من الفصل هو separation by sieving في بعض الأحيان يكون الغرض من الفصل separation by capturing and maintaining المنتج فمثلا يكون لدينا هذا النوع اللي هو ال-blind pores وهو يبدأ من نقطة معينة وينتهي في وسط الميمبرين أي لا يسمح بعبور المادة إلى الجانب الآخر متى ما كان المادة المطلوبة هي المادة الصلبة المرات حجزها هذا النوع من ال-pores هو ما نبحث عنه لأنه يعمل as a pocket كجيب يعمل على تجميع هذه المواد الصلبة وحجزها في الداخل وبالتالي منع مرورها والاحتفاظ بها حتى إنه يعاد استخدامها وتدويرها at a later stage هذا النوع يسمى be a blind pore النوع الثالث وهو ال-closed pore نستخدم هذا النوع متى ما كان عملية الفصل تتم by the domination of the separation due to the diffusion حيث تنسب المواد عبر الجدار والـ solid material of the membrane ثم by diffusion تتجمع في ال-closed pore ويحتفظ بها هذا الحيز لإعادة استخدامها أو لسحبها كمنتج نهائي ال-blind pores وال-closed pores حقيقة كانت عطفرة في مجال الميمبرين التكنولوجي حيث تم الاستفادة من هذه الأنواع فيما يعرف بال-reactive membrane technology فنستطيع إننا نعبي هذه ال-pores بواسطة catalyst يعمل على تحفيز التفاعل ومن ثم نكون استدنا أكثر من عصفور بحجر واحد نجحنا في تحفيز تفاعل فصل المكونات بدون فقد المنتج اللي محصور في مناطق ثابتة في الميمبرين ترجمة نانسي قنقر